تلقى الرئيس عبدالفتاح أسيسي اتصالا هاتفيا من مالك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين تنول استعراض التصعيد ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وشدد الرئيس أسيسي ومالك الأردن على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف وضبط النفس حقنا للدماء ومنعا للمزيد من تدهور الأوضاع كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق ما بين البلدين بهذه تعزيز جهود تحقيق التهدئة وصولا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة